موسيقى أحيكم مشاهدين إنما كنتم جولة الصحافة من اليوم أهلا بكم موسيقى اهتمت الصحف بتطبيق بنود اتفاق إدلب التي اتسمت بالبطء الشديد والتي أطلقت عليها روسيا صلاحا ما يسمى بالصبر الاستراتيجي مراقبون رجحوا أن تضطر موسكو في نهاية المطاف إلى تغيير سياستها وربما تقدموا على خطوات مسكرية تعيد اتفاق إدلب أو الوضع في إدلب إلى مربعه الأول بحسب الصحف الصادرة لهذا اليوم والبداية من العرب اللندنية التي عنونت البطء في تطبيق اتفاق إدلب يستنفذ صبر روسيا حيث تتمسك روسيا بسياسة ما يسمى اصطلاحا بالصبر الاستراتيجي تجاه البطء الشديد في تنفيذ اتفاق إدلب بيد أن مراقبين يرون أن موسكو قد تضطر في الأخير إلى تغيير سياستها وربما تقدموا على خطوات عسكرية تعيد تصويب الوضع الذي أعرب مسؤولون روس مؤخرا عن عدم رضائهم حول سيرها ويرجح المراقبون أن يتطرق اللقاء الذي ستحتضنه مدينة اسطنبول الأثنين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى هذه المسألة وقد يطالب بوتين أنقرة بضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على الفصائل المتشددة لجهة خروجها من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب العربي جديد اهتمت باللجنة الدستورية بين أردوغان وبوتين وقالت أوراق تركية لحل الخلافات حيث تترقب الساحة السورية لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول اليوم الأثنين إذ سيكون الملف السوري بندا أساسيا أو رئيسيا على أجندتها من خلال بحث تطورات اتفاق سوتي حول إدلب وتطويره وبناقشة الخطوات المقبلة خصوصا ما يتعلق بالحل السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية وفق مخرجات مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في سوتي روسيا مطلع العام الحالي وبعد الهدوء النسبي الذي فرضه اتفاق سوتي حول إدلب والشمال السورية والذي توصل إليه الرئيسين في سبتمبر أيلول الماضي اتجهت الأنظار إلى الخطوة المقبلة سوريا والتي يبدو أنها ستكون اللجنة الدستورية مع تباينات كبيرة في وجهات النظر حولها أدت إلى فشل اجتماع وفدين التقنيين التركي والروسي في التوصل إلى اتفاق حول هذا الملف خلال اجتماعهما الأخير في أنقرة يوم الخميس الماضي ما أدى إلى إحالة هذا البند إلى اجتماع أردوغان وبوتين اليوم والذي يأتي بسبب افتتاح الجزء البحري من مشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا والمعروف بخط السيل التركي التحالف يتهم قوات أخرى بقتل مدنيين شرقية سوريا عنوان تصدر صحيفة الشرق الأوسط حيث قال المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماكورغ أمس إن التقارير عن خسائر في صفوف المدنيين والمنسوبة إلى ضربات التحالف عارية عن الصحة فيما نفى التحالف أن تكون ضرباته التي استهدفت أخير جيب تحت سيطرة داعش في شرقية سوريا قد قتلت مدنيين متهمة قوات أخرى موجودة في المنطقة في إشارة إلى قوات النظام وأضف ماكورغ في تغريدة على موقع تويتر على كل القوات الأخرى أن تتوقف عن إطلاق نار بشكل غير منسق عبر نهر الفرات على الفور في إشارة إلى قوات النظام وحولفائها المتواجدة عند الضفاف الغربية لنهر الفرات ويقع الجيب المتبقي لتنظيم المتشدد على الضفاف الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى جزئين الحياة اهتمت بذات الخصوص وقالت التحالف الدولي في مقتل مدنيين في ضرباته الأخيرة على شرقية سوريا حيث نفى التحالف الدولي بقيادة أمريكا أمس أن تكون ضرباته على آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش في شرقية سوريا قد قتلت مدنيين متهمة قوات أخرى موجودة في المنطقة فيما يبدو إشارة لقوات النظام وأحصل مرصد السوري لحقوق الإنسان أول من أمس مقتل 43 شخصا بينهم 36 مدنيا من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم جراء ضربات قال إن طائرات التحالف نفذتها فجرا على قرية أبو حسن الواقعة قرب بلدة هاجين في محافظة دير الزورة لكن المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي بيت ماكورغ كتب في تغريدة أمس إن التقارير عن خسائر في صفوف المدنيين والمنسوبة إلى ضربات التحالف عارية عن الصحة وأضاف على كل القوات الأخرى تتوقف عن إطلاق نار في شكل غير منسق عبر النهر على الفور في إشارة إلى قوات النظام وحلفائها الموجودة عند الضفاف الغربية لنهر الفرات إلى الشمال الغربي حيث عفرين جرى اقتتال بين فصائل تدعمها أنقرة في عفرين يودي بحياة أحد عشر مقاتلا وذلك بحسب ما نقلت الشرق الأوسط والتي أضافت بأنه تسبب اقتتال داخلي بين فصائل سورية موالية لأنقرة أمس بمقتل أحد عشر عنصرا على الأقل من الجانبين في عفرين المدينة الواقعة شمالية سوريا التي فرضت القوات التركية فيها حضرة جوال تام وتحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لمكالة الصحافة الفرنسية عن اشتباكات عنيفة تدور في أحياء عدة في مدينة عفرين تخوضها غالبية الفصائل بدعم تركي ضد تجمع شهداء الشرقية وتسبب بمقتل أحد عشر عنصرا من الطرفين وإصابة سبعة وعشرين آخرين بجروح وينضوي نحو مئتين مقاتل ينحدر مقظمهم من محافظة دير الزور شرقا في صفوف هذا الفصيل الذي كان في عداد الفصائل المدعومة من أنقرة والتي شاركت في الهجوم أو العدوان على عفرين والآن إلى الشأن العراقي عراقيا كتبت العربة اللندنية بأن برهم صالح يبحث عن ضوء سعودي في نهاية نفق العقوبات على إيران حيث عرضت السعودية على العراق المساعدة في ملف الكهرباء مقترحة تجهيز خطوط تنقل الطاقة مجانا إلى الحدود بين البلدين على أن تتولى بغداد الجزء المتعلق بها داخل الأراضي العراقية وكان هذا الملف على رأس أجندة مباحثات الرئيس العراقي برهم صالح مع المسؤولين السعوديين في الرياضة التي وصل إليها الأحد في زيارة رسمية تستمر ليومين وقال مكتب رئيس الجمهورية إن صالح وصل إلى الرياض في زيارة رسمية استجابة لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفضلا عن الاجتماع مع العاهل السعودي فإن مكتب صالح قال إن الرئيس العراقي والوفد المرافق له سيجرياني عددا من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع الأمراء والمسؤولين في المملكة العربية السعودية العربي جديد قالت بأن مشاورات عراقية حاسنة بشأن الحكومة وعبد المهدي يهدد بالاستقالة حيث برزت خطوات إيجابية في ملف تشكيل الحكومة العراقية أمس الأحد مع إعلان مسؤولين وأعضاء في البرلمان أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي توصل إلى تفاهم مع كتل سياسية عدة حول خمس وزارات من أصل ثمانية شاغرة في حكومته حتى الآن مؤكدين أن تهديدات عبد المهدي بالاستقالة جدية وكررها على زعامات سياسية مختلفة إذ اعتبر أن العمل في جو سياسي غير صحي يعني فشلا محتما لأي رئيس حكومة يأتي لإدارة البلاد في هذا السياق قال مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ببغداد لصحيفة العربي الجديد إن وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والهجرة والتخطيط حسمت وهناك توافق كبير حول الأسماء المطروحة لشغل هذه الوزارات غير أن وزارات الدفاع والداخلية والعدل ما زالت عقدة في طريق الوصول إلى الحل إذ ما زالها تحالف الفتحة بزعامة هادي العامر يصر على ترشيح فالح الفيض لوزارة الداخلية واسترفض كبير من تحارف سائرون بزعامة مقتدى الصدر العرب اللندنية قالت أيضا بأن الاختيالات تلاحق قادة احتجاجات البصرة حيث طالت موجة الاختيالات التي تلاحق نشطاء الحراك الاحتجاجي في محافظة البصرة بجنوبية العراق رجل دين شيعيا شابا معروفا بنشاطه ضمن الاحتجاجات على الفساد وسوء الأوضاع الاجتماعية وترد الخدمات والتي انطلقت في يوليو الماضي من المحافظة وامتدت إلى عدد من المحافظات المجاورة مشكلة تحديا كبيرا للسلطة القائمة بقيادة الأحزاب الشيعية الموالية لإيران وسقط الشيخ وسام الغراوي برصاص مسلحين مجهولين هجموا عليها أمام منزلها في منطقة الموفقية وسط مدينة البصرة في عملية ربطتها أغلب المصادر بنشاط رجل الدين الثلاثينية ضمن الحراك الاحتجاجي ومواقفه المؤيدة لمطالب المحتجين ويعد الشيخ الغراوي من أبرز منسقي التظاهرات الشعبية في البصرة وشارك في جميع التظاهرات بالمحافظة كما توعد في آخر مشاركة له في التظاهرات بإصدار فتوة للجهاد ضد المسؤولين الفاسدين والآن إلى الشأن الإيراني إيرانيا من المفترض أن يتوجه وزير الخارجي البريطاني جيمري هانت إلى إيران لإجراء محادثات تشمل دورها المزعزع لمنطقة الشرق الأوسط ومستقبل الاتفاق النووي وقضايا حقوق الإنسان لا سيما وضع المحتجزين من حاملي جنسيات المزدوجة وذلك بحسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت هانت في إيران أو في طهران لبحث دورها المزعزع للمنطقة حيث واصدرت الخارجية البريطانية أمس بيانا أوضحت فيها أجلية تأول زيارة يقوم بها وزير خارجية غربي إلى طهران عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو أيار الماضي وقالت إن هانت سيؤكد التزام بلاده بالاتفاق النووي ما واصلت طهران التزامها وإن القضايا الإقليمية وفي مقدمتها اليمن ستكون ضمن محاور مشاورات الجانبين وتابع البيان أن هانت سيجدد قلق لندن العميق إزاء تقارير موثوقة تفيد بأن إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية وأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن وسيطالب بالإفراج الفوري عن محتجزين بريطانيين إيرانيين مزدوجي جنسية بناء على أسس إنسانية الحياة أكدت بأن عشر أحزاب وجماعات إيرانية توقع مذكرة لإسقاط النظام حيث وقعت عشرة أحزاب وجماعات سياسية إيرانية مذكرة تفاهم تدعو إلى إسقاط النظام وإبداله بآخر ديمقراطي فيدرالية يضمن حرية الرأي في الوقت ذاتها وجه الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني إيجاي رسالة إلى وزير الخارجية محمد جواز ظريف تطالبه بالدلة على إقراره بتبيض أموال في إيران وورد في مذكرة التفاهم أن الموقعين عليها يستهدفون تأمين الحريات السياسية والحقوق الديمقراطية والمدنية للشعب والتزام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبات الإعدام والمساواة في حقوق القوميات وتأمين فرص مكافئة للجميع للحصول على السكن والصحة والتعليم والتوظيف والثقافة والضمان الاجتماعي وإقامة علاقات سياسية بين إيران وكل الدول على أساس الاحترام المتبادل وقبول مبدأ سيادة الشعب الإيراني والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلام العالمي ومعارضة الأصولية واستخدام العنف والإرهاب صحيفة عكاظ قالت إيران الاحتجاجات تتفاقب واعتقال مسؤولي النووية وتكتل سياسي يدعو لإسقاط النظام حيث اعتقلت السلطات الدينماركية جواد رحيقي أحد مسؤولي البرنامج النووي الإيراني بتهمة انتهاكه العقوبات وأعلن الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي خلال مقابلة مع وكالة فارس الجمعة إن عناصر الأمن الدينماركية اعتقلوا رحيقي في مطار كوبنهاجن لانتهاكه حقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتم اغتياده إلى السجن بتهمة انتهاك حضر السفر المفروض عليها ويعكس هذا الإجراء تحركا أوروبيا جديا لمواجهة طهران حال انتهكت العقوبات إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مسؤول إيراني لانتهاك حضر السفر وتمددت رقعة الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث أمس رغم القمع الأمني والاعتقالات العشوائية وتميزت احتجاجات أمس أن أعمال أو عمال صناعات قصب السكر حضروا مع أطفالهم وعوائلهم وردد المتظاهرون الغاضبون هتافات تشير إلى فساد الطبقة الحاكمة الذي يستشري في البلاد بحسب تأكيد الرئيس السابق محمد خاتمي والآن إلى الشأن العالمي عالميا ترامب يؤكد بأن السعودية حليف رائع ومميز بحسب ما جاء في صحيفة العرب اللندنية التي أضافت بأنه يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعمه للسعودية في وجه حملة كبيرة تتصاعد مجددا على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية باسطنبول واقفا وبذلك في وجه وسائل إعلام كبرى وأعضاء في الكونغرس وتركيا وقطر وذكر ترامب في مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية على مسؤولين سعوديين وأشدد على أن السعودية حليف رائع وقال أريد أن أبقى مع حليف كان ممتازا في أشكال عدة ورغم ضغوط يمارسها عليه خصوصا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمسك ترامب بعلاقات استراتيجية تجمع بلاده بالسعودية المتحكمة الرئيسية في أسعار النفط العالمية والتي تلعب دورا حاسما في محاربة الإرهاب ومواجهة إيران والحفاظ على استقرار منطقة الخليج بحسب الصحيفة الشرق الأوسط قالت بأن ترامب يعلن بأن تقرير السي اي ايه سابق لأوانعها والسعودية حليف حقيقي حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستخلص عفوا إلى استنتاج نهائي خلال اليومين المقبلين بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبينا أن تقارير الاستخبارات الأمريكية سي اي ايه بهذا الشأن سابقة لأوانعها وقال في حديث مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في إشارة إلى المملكة في الوقت ذاته لدينا حليف حقيقي كان جيدا في أمور كثيرة وأريد التمسك بها وأكد أنه يريد أن توقف المملكة عمالها القتالية في اليمن إلا أنه شدد على أن هذه العملية يجب أن يشارك فيها كلا الطرفين مضيفا أريد كذلك تتوقف إيران أيضا يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أول من أمس أن حكومة الولايات المتحدة لم تتواصل إلى استنتاج نهائي حول من شارك في مقتل الخاشقجي أوغلو يلتقي بومبيو مجددا لتقييم العلاقات الثنائية بشكل شامل عنوان تصدر موقع أحوال تركيا بأنه رغم العديد من التطورات الإيجابية في ملف العلاقات التركية الأمريكية إلا أن العديد من القضايا الشائكة ما زالت عالقة بين البلدين وهو ما يستدعي إجراء مراجعة لها وفقا لما صرح به وزير الخارجية التركية مولود شاويش أوغلو الذي كشف أنه سيجري مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو تقييما شاملا لعلاقات البلدين خلال لقاء سيجمعهما بعد غد أو غد الثلاثاء وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلت صباح اليوم عن أوغلو قوله إن العلاقات التركية الأمريكية شهدت مؤخرا توترا والجميع حاول ربط ذلك مع قضية القس برانسون إلى أنه اعتبر أن هناك قضيتين توتران العلاقات الثنائية أحدهما دعم واشنطن للمسلحين الأكراد في سوريا والثانية تتعلق بعدم استجابة الولايات المتحدة لمطالب بلاده بتسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله قولان الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف عام 2016 بحسب الموقع والآن إلى فقرة المقال ومحاز اهتمام الصحف من آراء للكتابة كانت الأحداث في العقدين الماضيين تفعل فعلها لتجزئة المجزة وتفتيت المفتة في لبنان والنتيجة كانت لصالح الحزب المسلحة الموصول بإيران وقد بدأ أن الكل الماروني قد استوعبت دروس كلها هذا ما جاء في مقال نشر في صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان المصالحات المارونية في لبنان لنتابق حيال ما يراه اللبنانيون الموارنة من خطر يتحدد حضورهم السياسية الوازن في المشهد اللبناني كانت هناك في مناخات الطائفة الكثير من العوامل التي تدفع السياسيين سامير جعجع وسلمان فرنجيه إلى التلاقف مصالحة تاريخية في بيت المرجعية الدينية المارونية في قرية بكركي قضاء جونيا فما بين الرجلين عقود من العداء بل إن الثاني سليمان فرنجيه كان طفلا يوم أن قتل أبوه طوني على يد ميليشيا القوات اللبنانية التابع لحزب الكتائب آنذاك في العام 1978 وقد شب الطفل على فكرة الثأر وأن جعجع كان على رأس المجموعة التي قتلت أباه وأمه وشقيقته جيهان وكانت السياسة هي التي دفعت مجموعة القوات اللبنانية التي هاجمت بيت آل فرنجيه إلى أن تفعل ما فعلته وتقترف الجريمة والسياسة نفسها هي التي أوجبت التلاقي والمصالحة بعد أربعين عاما بشار الراعي ألقى كلمة مقتضبة في جلسة المصالحة اليوم مع القطبين الحاضرين نؤكد على المصالحة حتى نواصل الطريقة معاً ونسير إلى الأمام فهذا لقاء تاريخي عظيم كانت الأحداث في العقدين الماضيين تفعل فعلها لتجزئة المجزأ وتفتيت المفتة في لبنان ونتجة كانت لصالح الحزب المسلحي الموصول بإيران وقد بدأ أن الكل الماروني قد استوعب الدروس بدءاً بالدرس الذي يعلمهم أن إسرائيل لن تساعدهم على حماية دورهم في البلاد وأن النظام السوري لن يحمي دورهم مروراً بأن فرنسا ليست ضامنة لاستمرار دورهم وليس للإنجليز ما يمنحونه للدروس مثل ما كان الأمر في القرن التاسع عشر ففي الوطن ومن الوطن ينشأ الدور وتتحدد خياراته السياسية لنحو 47 يوماً تعرضت خلالها السعودية لهجمة غير مسبوقة حملة إعلامية شريسة كثر فيها الغث وغاب عنها السمينة إثرى مقتلي جمال خاشقجي في قنصليته في اسطنبول دول تتآمر وسياسيون يستعرضون أحزاب تصح بعد نوم عميق ومفاهيم تخترع نتابع المقال ومن ثم نعود ناورت تركيا طويلاً وضللت كثيراً وسربت مئات القصص والروايات والخدع وزايدت كما لم يزايد أحد وبدلاً من التعاون من أجل إظهار الحقيقة اختارت أنقرة أن يكون الإعلام هو الملجأ والملعب وليس الأجهزة العدلية وطوال هذه الفترة ظلت السعودية تتعامل وفق الحقائق إلى التكهنات ردود فعل محسوبة هدوء يحسب الصغائر قبل الكبائر ومنطق قوي لا يتغير التحقيقات هي الحكم يمكن القول أن السعودية كسبت معركة الرأي العام بشفافيتها في إعلان تفاصيل التحقيقات حتى مع بشاعتها وهو أمر نادر أن تفعله الدول عندما يخطئ أفرادها ومرد ذلك لثلاثة أسباب رئيسية أولها أن المملكة أكدت منذ اليوم الأول أنه ليس لديها ما تخفيه مع أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات والثاني أنه لا أحد فوق القانون والكل سواسية وثبت ذلك بظهور نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذت حتى الآن والثالث أنه رغم مرارة الحادثة فإن الأخطاء تحدث ويبقى دور الدولة ضمان عدم تكرارها وفي المقابل فإن قضية مثل اغتيال السفير الروسي في تركيا من قبل ضابط تركي استغرقت 698 يوما للانتهاء من تحقيقاتها المقارنة هنا كافية لمعرفة كيف تعاملت الرياض بجدية وشفافية ولم تقتل الحقيقة أو تشوهها أو تجملها فاستمرار استغلال القضية بشكل بشع وانتهازي والمتاجرة بدم الراحل جمال خاشقجي لن يكون من السهل ترميم جداره الذي سينهد وليت دولة مثل تركيا بدلا من التصعيد الإعلامي والتحريض المكشوف ترد على ثلاث مذكرات أرسلت لها من الجانب السعودي للحصول على مزيد من الأدلة والمعلومات التي من شأنها الإجابة عن الكثير من الأمور التي لا تزال غامضة ليتها تفعل ذلك وتساعد في التحقيقات لا أن تعوقها لا يهم إن كنت تركيا أو كرديا فلقد عشنا لسنوات طويلة في قلب هذا السم الذي ينخر في جسد المجتمع لكن هناك قلة من الناس تعاني لتفادي الإصابة بالسم كلمات مقتبسة من مقال رأيه للكاتبة نورجان بايسال نشر في موقع أحوال تركيا لنتابع قبل بضعة أيام ألقى رئيس حزب الحركة القومية التركي المنتمي لليمين المتطرف دولة بهجلي بيانا قال فيه يجب أن يعرف الجميع أنه إذا كانت هناك جهود تبذل لبدء عملية سلام جديدة في تركيا فإن الأمة التركية لن تتجرع أبدا هذا السم الخبيث عملية السلام التي أشار إليها بهجلي هي المفاوضات التي جرت بين حكومة الرئيس التركي رجل طيب أردوغان وزعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان وهي عملية كان كثيرون يأملون أن تمثل أفضل فرصة لإنهاء الصراع العرقي المستمر منذ ثلاثين عاما هل ما سيوفر الحماية للأمة التركية أهو استمرار سجن نواب برلمانيين ورؤساء بلديات من الأكراد وتدمير مدن ومقابر كردية وترك جثث القتل في الشوارع وحظر لغة الأكراد وثقافتهم وتعيين رؤساء بلديات بدل من المنتخبين هل ستتوفر للأمة التركية الحماية حين يطال مقص الرقيب شعار النساء والحياة والحرية من محاضر جلسة البرلمان هل ستتوفر للأمة التركية الحماية إذا ساد مفهوم أن لا يسمح للكردي برؤية أمه ليس فقط مفهوم يسود داخل حدود تركيا بل وخارجها أيضا لقد نشأت هذه المقولة من دعابة مريرة على شهرتها يسألون كردية نشرف على الموت عن أمنيته الأخيرة قبل أن يفارق الحياة فيقول أريد أن أرى أمي بعدها يسألون تركيا بجواره يشرف على الموت عن أمنيته الأخيرة فيرد قائلا أتمنى أن لا يرى هذا الكردي أمه لا يهم إن كنت تركيا أو كرديا فلقد عشنا لسنوات طويلة في قلب هذا السم الذي ينخر في جسد المجتمع لكن هناك قلة من الناس تعاني لتفادي الإصابة بالسم دعوني أختم بهذا التعليق للكاتب الصحفي أونيت كيفانيتش على وصائل التواصل الاجتماعي ردا على ما قاله بهجلي كتب كيفانيتش يقول دعونا نمت ونقتل دعونا لا نرى السلام أبدا دعونا نودع الجميع في أقبية السجون دعونا نلاحق الجميع بالمضايقات دعونا نسبح في السم دعونا نتحول إلى السم لكن دون أن نشربه إلى أخبارنا المنوعة والطريفة نحو 275 من الندل الرجال ومائة من النادلة نادلات عفوا تجمعوا للتسابق عبر شوارع مدينة أنتيجوعة جواتيمالا الجبلية التي تتحضر لاستضافة قدمة لقادة الدول الليبرالية الأمريكية هذا الأسبوع السباق وصف بالفريد من نوعه لنشاهد سباق فريد من نوعه تنافس فيه ندل يحمل نصوان عليها علب مشروبات مصنوعة من الألومنيوم في كواتيمالا وتجمع نحو 275 من الندل الرجال ومائة من النادلات للتسابق عبر شوارع مدينة أنتيجوعة جواتيمالا الجبلية التي تتحضر لاستضافة قمة لقادة الدول الأيبيرية الأمريكية هذا الأسبوع وكان معظم المتسابقين من الندل المتمرسين الذين يعملون في مطاعم فنادق وجاءوا إلى هنا للتنافس في النسخة السابعة عشرة من هذا الصباق السنوي على إبراز مهاراتهم في الحفاظ على توازن المشروبات على صوانيهم إلى فقرة الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر نهاية الجولة شكرا لكرام المتابعة إلى اللقاء